تابعونا لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات سوف نرى مع الضيوف ومع المستمعي الكرام سوف نهضرك كذلك على البطولة الوطنية وكيف ستنطريق في ظل هذا التوقف الطويل كيف سيكون المستوى وكيف سيكون النزالات من أجل ذلك سوف نستقبل في البلاتو معي الحاج أحمد السوتي وإعلامي مرحبا بك الحاج مرحبا بك الأخ فؤاد السوء مرحبا بالضيوف الكرام ومرحبا لمستمعات ومستمعي مدينة إفان الحاج لطفيستيتو ومسير سابق حكم سابق بندوب سابق فايل جمعوي ومون خارط في النادي المكنسي مرحبا بك الأخ الحاج لطفيستيتو مرحبا بالإخوان ومرحبا بالمستمعات مدينة إفان وإهلي إيشام هو مؤطر في كرة القدم ورئيس جمعية بدر للتقافة ورياضة هنا بمدينة مكنس مرحبا بك سيواني مرحبا الأخ السوء مرحبا بكل المستمعين لدعاة مدينة إفان الصحابي المتدرب كذلك المعتدك يحضر معي المهدي الدوم مرحبا بك مرحبا الأخ فؤاد ومرحبا بالضيوف ومستمعي مستمعات ميجنة في ملك يرافق لطيلة أطوار هذا البرمامج على أدي الأجراء في الإخراج وفي استقبال مكلمتكم وتوفيق الرباني من أجل مشاركتنا الحوار راكبوا 05 35 40 11 12 05 35 40 11 12 أو تابعونا كذلك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بإداعة مدينة إف إم البداية مع المنتخب الوطني والإخفاق ونهضره على بعدة جوانب لسهمات في الخروج المنكر كالمعتاد من منافسات كأس إفريقيا للأمم الورقة مع المهدي الدوم لا جديد يذكر ولا قديم يعاد المغرب خارج الكان من دور الثمن والعقدة الإفريقية لازلت لصيقة بالقميس الوطني تعددت الأسباب والخروج واحد هذه المرة محطة المغادرة كانت سان بيدرو وها هي مفاجأة كان الكوديفور تصمر في لخبطة كل أوراق التوقعات كتيبة الرجريكي حاولت بكل الأسلحة لكن غياب النجاعة وضياع الفرص بغربة دفع ثمنها دفاع المنتخب وغياب زياش بدأ تأثيره واضحا على قوة الفرق وجنوب إفريقيا عرف كيف يستغل أنصاف الفرص ومن مناسبتين استطاع اختراق شباكبونو وخيبة أمل الجماهير المغربية تحملها الرجريكي مغادرتهم تنظف لسابقتها ونسخة كأس أمم إفريقيا بالكوديفور مستمرة في الاستثناءات وفي النهاية الباب الضيق اتسع لكل عرب إفريقيا أما لألات كان لم تفارق المغربة شكرا لك هذه الدعم أكيد من أنك سمعنا يتحملها الرجريكي أكيد أنه هناك عدة عوامل سامت في الخروج في البداية سي أحمد السبتين نعرف كيف كانت المستوى العام حتى الآن بطولة كأس أمم إفريقيا للأمم الإفريقية في المندزل المنطقة المغربية الظاهر هو أن وحد العدد من الفرق المشاركة في الكأس الإفريقية ظهرت بمستوى مفاجئ مستوى لفاجأ جميع المتتبعين فالمستوى الذي ظهر به مثلا فارق الرأس الأخضر مستوى حتى الأمس تالآخر لحظات المباراة والكل يتنبأ بمستقبل كبير للفارق الرأس الأخضر لو لا ضربات الترجيح التي أعطت تأهل لجنوب إفريقيا بمعنى أنه في إفريقيا لم يعد هناك فارق قوي أو فارق ضعيف والدليل هو أن الفرق التي وصلت للمربع ربما مثلا الكود ديفوار كان ما قمنا به لصالح الكود ديفوار واحد من الأسباب التي كانت وراء إقصاء الفارق الوطني وفتح المجال أكثر للفارق للكود ديفوار وهذا نجيب وتحليل الأسباب وراء ذلك كيف حاجة لوطفيك كيف حصلت المستوى العام للبطولة حتى الآن أن المستوى العام للبطولة أنا فاجأني حقا كان المستوى مستوى جيد وكانت عدة مفاجأات فدأ البطولة لأنها كانت تستمدع لأي شوية لأيقها البدنية وفرق للي كنا نقول ومغمورة بينات على أساس أنها رجعت الأوراق ديالها وبدأت بيديها مزيئة الفرق اللي كنا نقول هي مرشحة ومؤهلة لأنها بشلع بالأدوار طلائعية خانها الحظ ولا خانتها خانتها الإمكانية والأعطاب المهم أنا فاجأني عن المستوى عن المستوى العام لدينا مستوى جيد بالنسبة للبطولة على البطولة السابقة نعم مسيوهري وهذا الشيخ يتراجع الصراحة لأنها تأثر بزف على البطولة هل فعلا نسأل حاج كما قال لم يحترم المنطق في هذه البطولة طبيعي أن المنطق لم يحترم هو عدم تواجدنا كفريق يعني لكي حتل المرتبة الرابعة عالميا عدم تواجدنا في المربع الدهبي في كأس إفريقيا أكبر دليل على أن المنطق لم يحترم ولكن ربما بالعودة إلى الظروف المحيطة بالكأس إفريقيا سيلقوا على أن منطق الحادث والموقع الحادث يعني لعب الدور لعب الدور دياله الكبير يعني في تأهل هذا الفراق هذه الربع للنصف للنصف النهاية كذلك المنطق لم يحترم لأن فراق اللي كانت مؤهلة كيف قال الأخ وأهلي كانت مؤهلة أنها تكون في المربع الدهبي ما كعناش وفراق اللي يعني كانت قابة قوسين أو أدنى من 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 الإقصاء هاي وصلات الربع لكن خلال حديث ديالك قلت بي أنه انتصار ديالنا على الزمبيا خوال خوال ديبور المرور وحنا فوتنا فرصة واش ما كناش غادي نحنا عن العلامة الكاملة من الأول ما غادي إن شاء لتسعى النقاط هو تدبير تدبير تدبيرنا تدبيرنا لأنه لما لما يعني انتهت آخر مقابلة في الدور الأول آخر مقابلة في الدور الأول للمنطق كيقتضي على أن المدريب غاديدخل مقابلة اللي هو أصلا مؤهل كيفما كانت النتيجة هو مؤهل فكان عليه أن يدبير هذا المقابلة وذلك بإراحة بإراحة العناصر اللي هي قادرة أنها تصنع الفارق في المقابلة الحاسمة في الدور الثاني والدليل هو أننا تحرمنا من جوج العناصر اللي هي عناصر مهمة وكان بالإمكان إعطاء فرصة لبعض اللاعبين اللي كانوا نقصين 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 كورة نقصين يعني أنهم كانوا من بعد التوقوفات والأعطاب والعودة ديالهم الإصابات كانت تعطالهم فرصة أنهم يلعبوا المقابلة المقابلة وخاصة وأنه يجب أن نجوز مع كابيتال في هذه المقابلة نحن دايزين سواء سواء تعادلنا أو نازمنا في هذه المقابلة ولعبنا بكامل بكامل الإمكانيات ديالنا والنتيجة هو أننا ولو أننا حققنا المرور في الرتبة الأولى ولكن حققناه وقد أدينا الثمن وهو غياب جوج ديال العناصر من العناصر الكبيرة لأنه حتى الإصابة ديال ديال بوفال خلال التدريب لو أنه لم يخض المقابلة التي قبل منها كانت الأمور تمشي بطريقة أخرى واللي لكي يحز في النفس هو أن كلنا محللين وكلنا نقاط وكلنا وكلنا مندرين ولو كنا ولو كنا مكان الوالد الرقراجي لكان رأينا آخر والغريب هو أن تلقى في قنوات وفي إداعات وفي محطات أطر للمشوش بعيد في حياتهم العملية يعني احتمع أندية جد متواضعة ما حققوش نتائج واليمكن تقدو الناخب الوطني وتقولوا على أنه كان خاص يدير وعلش اللي ما دار وعلش اللي كده آآ طبيعي حاج ما زل شاهد عليها دبلاطون جال منتخب من قطر نعم الناس كلهم فرحانين العائلاء من المغرب قلت له أشفقوا بالتالي للسيبوش الرقراجي اللي كانت من ناولو الشفاء باد المناسبة رفو عكس ربعنا إن شاء الله آآ هو أنه قلت له أشفقوا على على الرقراجي قال لي علاج قلت له لأنه اللي تابعوه والأصعب وكان دابك نزف وكتاف وغادي نطيحوه ضغي 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 غنطيحوه بلا شافق بلا رحمة كان ظن بأنه الكل ولا كيقول ولا كيهضر على النية السي لطفي قلت نسمع الباح في واحد المحطة إذا واتأسف كثيرا كيقول كماشي وقت النية هذي نهار اللي كان كيقول النية كتك تهلل درنا في المغربي اسمته النية درنا إشهار فيه النية هذرنا بالنية كل شي ولك النية نهار لي في شلت هذي النية صفي حيدها إذن كان نظن بأنه كرة القدم صحبك هو النتيجة رغم غير النتيجة ما كيلا صحبك لو كمدري نظن بأنه هذ الاتقادات اللادغة فهي مجانبة للصواب وكون عدولات والتي تسمع فوق من حل شي محطر إداعية كون دار كون فعل كون هذي كون مركعير حاكمي عاو نقول كون راح ندى برح نف نظن لما ترجع هذ الإخفاق السلوط في أنا بدأ كن نرجع الإخفاق دي المنتخب الوطني المغريبي اللي ما كانت شو حكيت من اللغة دي كون الإخفاق هذا ولكن عنده واحد جريبة كافية على أسنو كلاعب عنده نصيب من الإخفاق ولكن عنده كلاعب ولعب البوطرة الإفريقية ولعب مع الفاتح ولعب مع الويداد ولعب فلا كوبدا أفريك أعرف الأجوال إفريقية كمدرب صحيح هذا من جهة أنه في المباراة الثالثة كان أصدر عليه أنه يريح بعض اللاعبين نحن عنده بعض النقاط ومكلاسين الولاء لا يمكن أن ندير الصواب لأنه يدوز أو شي حاجة أنا في نظرة وجهة النظر دي كان يريح زياش وكان يريح بوفال لأنه بوفال عاد بعد ما كان مد هو غالس ومارتعش وخضع واحد خضع واحد لتجارب هي للكوبات ديالو باش أنه يعود للميادين ولكن كان بدل واحد المجهود كبير اللي ما تعتالوش أنه باش يشارك في المباراة المقبيلة من هذيك المباراة اللي قبل منها هي كانت نفسانيا ديال رقلاقي في المباراة ديال كونغو ذاك الأحداث اللي وقعت وذك التوقف ديالو لعبات عليش شوية نفسانيا لعبات على الأجواء ديال اللاعبين هذا التوقف لعب على الأجواء ديال اللاعبين يعني بحل كنا نحن داخلين هذي البوطولة وحنا شوية حاسين براسة شوية مغرورين على أساس من الناس المؤهلين غد اللعب الأدوار طلائعية ونفسه حتى الأخير مدرب رقعة الملعب وتسعين دقيقة هي لك تحكم نغضير على الأجواء ديال تقس توقف عنده عامل أنا غدي ندي طيوب مزيان هذ النقط هذو مكن شوش معي بأنه الناس كانوا شوية قاصين مع رجل يا سيبالي بالنسب لي أنا مش قاصين رافوق قاصين وخصوصا أن هذا النقد دائما تيجي من واحد المنطقة معينة في المغرب واحد الناس معينين دائما تنتقدوا نقدر أي واحد يمكن أن ينتقد ولكن ندخلوا الأعراض الشخصية وندخلوا بأن والد كان هذا عام كان مدرب وكان هذا وليوم صباح ما عنده خطة ما عنده كان المشكل ده اللي كان في الفريق الوطني أن أنا لمستطعت لنجاوب على سؤال 48 سألنا أن نجاج في جنوب الصحراء صعيب لأن ما زال ما لقيناش اليوم البطولة الوطنية لا ما زال ما لقيناش الوصفة ولا ما لقيناش الناس ديال المنافذة طبيعا فاليوم دراري ديال هم كلهم دراري اللي عاشروا مفروق منه تن ديال تلابو في ذيك الأجواء ما ستعطوش تتقلموا هذا دا واقع ولكن البطولة الوطنية الانديارة ما كنتقوم بحتة هاجر ما نقدرش ناخدو تجربة ديال جنوب إفريقيا كموديل سعود ديال صاندوز يمكن ولكن لك أنت عندك انديا قوية ولكن ممكن هاد صاندوز يجيبون النتائج في كأس العرب بطبيعة الحال إلاش نحن نقع الكأس الان الكأس الويدادو كان وقلال ديالك الساعة في 76 كان هاد إذا علش حنا هاد الفرق هاد 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 وذيك المنطقة لم يمشوش اللعب دياله كان نوضو الفوضى اليوم والد تقرر بأنه غيكون في شهر واحد يعني ما لديه حتى الوقت علش مثلا مثلا قلنا بأن كون ودار هارونارد جنوب إفريقيا ونهزم في المقابلة ديالبينين وكل شي لا مو قال له خرجتي الدراري من المنافسة كنتي تلعب ومو مكتش إذا هاد تنظن الريقراقي دار أخطأ ولكن رايح حاول حتى هو بس يمكننا صعيب صعيب تلعب في إفريقيا الصراحة ياتي دوم لك رأيي بالفعل فواليد الريقراقي له الحق في الخطأ ومن حقيق الخطأ لأنه لما نتحدث عن منح فرصة الفشل فربما وليد الريقراقي هذا أول فشل وإخفاق له من بعد إنجاز عظيم الذي لن يمحيه التاريخ إلى الأبد اليوم وليد الريقراقي عنده من الإمكانية ما يكفي صحيح أنه إخفاق صحيح أنه أغلط لكن لا نحمله أكثر من اللازم وليد الريقراقي عمل ملادي لعب بأسلحته المتحة في تلك المباراة أمام جنوب إفريقيا ما يقوله الجامع لأن هذه كأس إفريقيا استثنائية وضربة عرض الحائط كل توقعات هذا توقع من التوقعات أن المنتخب الوطني كان أبرز المرشحين لكن خرج سينيغال كان أبرز المرشحين غادر الآن وليد الريقراقي مدرب كباقي المدربين من حقي الخطأ ووجب ويجب علينا جميعا كجمهور كمتتبع الشأل الكوروي صحيح اللوم والانتقاد هذا الشيء وارد لكن لازم أن نمنحه الحق في الفشل اليوم هذا أول عقبة يفشل في الريقراقي بعد المنضيال الريقراقي أمامه وقت لديه كتيبة من يقول أن على الريقراقي أن يغادل المنتخب لا لأن ما فعله الريقراقي في المنتخب أكبر بكثير من خطة أو تاكتيك أو لاعبي لأن اللحمة التي أعادها وليد الريقراقي قابت منذ سنوات طويلة ورأيك يحترم معي مكلمة هاتفيا ألو مرحبا ألو سلام عليكم معنا السبيلة المنطر جايك تفضل أنا أشارة التي أريد أن أقول بعدها كان أحب بالضيوف مرحبا أول حاجة كان لا أريد أن أقول في الدريجة أننا ندور الظهر لهذا المدرب لهذا اللاعبين بالصح كنا واحد الفريق أولا كان عندنا أعمال كبير في هذه كأسة الفريقية وكن أظن أننا العائق الوحيد الذي كان عندنا هو الجو وهذا داخل في اللعبة وهذا قدم هي هذه ماشي الوقت باش نحاسب المدرب ولا باش نحاسب اللاعبين كنظن بالإخصة نخليه القافلة تأثير ونعاونهم في المشروع ديالهم للجميع للمدرب لاللاعبين ونأعمل خير هذا الفريق هذا إن شاء الله شكرا لك سي بيلال كنت معنا من مدينة طرجاء معاي أنا سي صديق من مدينة سالة مرحبا بك أصبع خير السي فؤاد وضيوفك المحترمين الله يكتر خير كسي صديق والسي فؤاد رحنا زعم القادية للإفراق ما بغاش ما بغلاش نفهموها مزيان أحقاش شوية الغرور بعدها مشينا به وعلى الثاني الكوليكتيف اللي مشينا به أغلبية دريم عطوا بين حد بس بس ساير المنافسة رخصك تكون عندك أفراد المنتخب يكونوا ملتاح مين الدباء جانوب الفريق غلبتنا بكوليكتيف ديال فمتي والوقت اللي احنا رحنا متحت حين بزا بحد در مزراوي مزراوي دخل وعطي طلق أنفورم وتغامر بواحد شهر نص طلق دي ملعبش وتعطي مون فس بحال هذي كما أخطاء كبيرة هذي التعاكبات وحنا خسنا وحد كون كتب لكون سالم خسنا بعدها نضرب على الأفراد بطولة بطولة قوية وهذا السلطر دي عطينا أفراد بحال الشي برا عنده أفراد زيان دي مستخبلا نعم 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 هذي النقطة الأساسية لما هذين قوضي ما ضرور نعم شكرا لك سي صديق بن سلام أنا فؤاد جدو من مدينة مكنيست وحش ناسي فؤاد جدو شهلا دي مش ناش فرصة باش نسمعه مرحبا بك سي فؤاد مرحبا أخا شنو مرحبا بيو يو يالك سبا 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 نعم نعم تفضل ممكن احنا الأخ فؤاد بشينا فافوري نعم واركعب كرة القدم إذا دخلت سي وات خلفتك ومخيش من الخصم ركت فرد لاعب يالك واش كاتت ضرب الكيت كاتت ضرب الكيت فؤاد سبا يعني مزيان دبا آه دبا مزيان تفضل نعم كن أكيد أنه سيفرد لاعب يالك حنا حنا لزان اللي بيجي حدنا مزياني عدنا عناصر مزيانة بساس نعم عدنا فريق واطني مغربين على سيف كل اللي مشات ال كنت يبار على سيف المستوى نعم إذا كنت كن لعب القيمة ديالو لا السوقية ولا القيمة ديالو اللي عنده في رجلي وفي كرير ديالو خينا 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 نعم نعم نحنا مزيان ما بغينا نتصور كيفا شهرد لكم ديالو نعم راكن نحنا نتصرق ديالو وقت ديالو صراح راكن نعم أنا كان قول دعم مشيح أن أنا كان ديالو مدهر رجلي لكم جمون لكم جمون ثلاث دمين فان جمش ولكن كان قول نحنا بمعرفة ديالو شوية الكرة أن اختيار ديالو رجلي كانت اختيار خاطئة مقابل وقت توقع ما شي عادي هو اعترف فراثه وقالها حلاثة شكلات تشكيله وشكلات المزرعوي ما كانت عطيت الله قلنا بأن هدا اختيار خاطئ مين كنت سغل تمدع للاعيف مقابلة مصيرية شمن 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 فرقة كتبغي في زاف نتايف لعالم حنا متخبو المغربية لا لا من غير من غير كي يقولوا بارساوي مادریدي لا بارساوي 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 كروف 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 لانا الشاي ولكن كم الان كان 'D اذا كانت اخطاء لا تقنية ولا تاكتيكية ولا اختيارات لاعبين انت انا رقلتها مباشرة في التحديد الدياري مع عبدالله طيف شريم هناك رضع واحد سؤال كبير انما منك يوقع اخفاق هذا ونحن تابعين استحقاقات اخرى ربما انقوش نضيعو الوقت فى الماضي لا لا انقوش نضيعو الوقت فى الماضي حينما انقوش نضيعو الوقت انا ارغي واحد سؤال اريد كنت رحه انا وانتراجوا الميدان اتفضل ماذا يجعلو المساعدين ديالين ينبعوني فى هذا وعيب الامس القارب مساعد ديالو كان من احسن المساعدين فى العالم هو ابن محمود اللى كان هو فى المدرجات وربح زامبيا كان من احسن المساعدين احنا ذا ما اخفقناه او المساعدين خيبين اجدوه امن المساعدين لا احنا انا اخفق ساعدين خيبين احنا ما اعطناش الان علاقة لك تربط واليد الرقراجي بالمساعدين ديالو واش وصل المستوى انهم يقدروا يقولوا له خطأ او لا لا كين كين التواصل مع الرقراجي خصوصا معي الرقراجي مكانش معي واحد الرقراجي فاتح صدروكا الكامل كل المساعدين ديالو احنا كنقوله احنا شوف احنا كنقوله انا مسى اخفاء سوف يقولون بأن الرجل جي خيب ومتخذ غير. نعم. نحن كنقولوا بأن هذا خطأ يمكننا استفضل منه مستقبلا. عندما نحن نكون مدى فريق قد غريب الموصيب مقبل. عندما يخطأ يسكس العالم. لإنسان يستضحنا نحن نحن نتامي ثقالات وارد الرجل جي. وانا فهد عنا سيرك ينزب أغنشو بعيد. إن شاء الله. إن شاء الله. شكراً فؤاد. وتوحشناك وخلينا نشوفوك. الله يحمدك. الله يحمدك. الله يحمدك. الجميعين لا نوعا نقطة نقطة لا Trump. نقطة لا هو أن نحن رارضهم لذيئة الكرام بأنه الناس uyطلهم من قدو قز، بأنวهم من الع们 لكن الشعب المنتخب المغربي وهو ، وأ somm们 الجميع. كين Laser Mashman؟ بهذا سعر. نعم. عندما تطبيقه غير تقريب القادم ذكي صدق. نعم. ما تطبيقهم. فإنسان قد نرأ sata na all-w Greens Erica's hand. ان انا فيناليس كنوا واقعيين يعني وشان قوليك وهذا المشكلة ذات احنا فيه في شميني وتسعين للذكرتية استيع السوق وكي نفسه تقريبا نفس الامكانيات وكان منتخاب قاوي وراك عارف ربحنا الميصريين بديك تضربة الشاهرة دي الحجي ومع ذلك ما ديناش البطولة المهم في هذا الشي كامل هو انتمنوا الخير وانتفاء المستقبلا وفريق الوطني المغربي لابغينا يكون صحيح سيكون صحيح الساس والبطولة الوطنية والمدارس الكروية دي الفراق صحيح يعني انا ما هذا هو اللي كنسع السوق صحيح وشكرا لضيف الكرام ديالك ومتير موفقة بإنه اللي كان شكرا نشكر الناس اللي كيتواصلوا معنا عبر الصفحات فيسبوك ساليم الزاهر سلام سي فؤاد اخبار نديم كنسي فاتيح اقصى المنتقب بسبب اختيارات المدرب ميموني تحية وكل ضيف الكرام الزهر الصباح الخير منتخب رأس الاخضر امكانيات بسيطة اقل اجر لمدرب حقق نتائي جيدة ابناء قتالية عالية وجبال وحب القميص مقارنة مع لا لا حب القميص هذا لا ينقش خويا فاتيح حسن المرابط سبب اخفاق اختيارات المدرب فيصل ناصري يتابعونا آية كتقول لما كانت نية ربيعة وانه لما استعملوا قلت نية وتحرامياتها النتيجة طهر ديالنا المحب الغيور مصير ديال رجع مكناس تحية وتقدير لك السفوات ضيوب الكرام بشرة لهجري تحية رياضية صباحية السفوات ضيوب الكرام مرحبا بك شوقين ربعي بلاق صباح النور اخي فواه تحية لك واتقام البرنامج شكرا لك ابو هدايا مصطفى حكيم منتخب مدى التواحد مدى التواحد مصطفى لك احنا بقين مراد لدابع ليزيد شكرا لكم كثيرا شوقي كي يقول كانوا اخطاء ولكن ميمكنش ولأول مرة لوموا اي واحد بأن ما دارش خدمته وكان متهاون ما ننسوش بأنه هادي ثاني منافسة المدرب يشاركوا فيها مع الفارق الوطني كي ما قلتي انت اه فاتح ممكن انه وتستعمل اي مصاج واحد باش نقرأوا الناس كاملين اخويا فاتح اه خاليد مرحبا بيك ليزيد ابو حمصة شكرا لكم جابعا ندوز هو ما بقاولوا على الفاصل الاشاري ولكن بزاف ديال ديال نقاط تجبدو باش نجبدوها ده بغان مش للتحكيم والولا مادم انه كان حاكم سابق سي سي الحاج اه لطفي سيتو هدي النقش معاك المستوى ديال التحكيم عموما والمستوى ديال التحكيم اللي كان عنا احنا في المجموعة ديالنا وفي المقابلات ديال المنتقب غير انه الناس في هاد في هاد تدخل الول كي يقولوا اخصنا بطولة قوية صحيح انه بطولة عنا ضعيفة جدا وما يمكناش نعتمده ورغم ما عنا ديطالون في البطولة ولكن ممكناش في دل الايقاع ديالنا والمستوى اللي كيتلع فيه البطولة والمجرية ديال البطولة ممكنش نشوفوا واحد غد يقارع متلا جنوب افريقيا ولا زامبيا ولا تنزانيا الكين اللي كيقول بانه كين افراط في الثيقاء افراط في الثيقاء ربما ما كنشوفهاش نقدر نقول بانه الحماس كان عند الزائد عند عند الريقراجي اكتر منطقة ومنك يكون الحماس الزائد كين قال بالضد لانه منك نشوفه مدريب شاب وتحمس اكتر من القياس فهذه اشياء ربما الحماس قد قتل افكار بعض الشيء افكار الريقراجي تدبير المباريات ربما كين هناك سوء تدبير بعض مراحل ديال المباريات انه باش نقولوه فهذه النصة اللولة بانه الريقراجي من يتحمل المسؤولية فربما الفكرة تجانب الصواب وللحاديث بقياه لكن بعد الفاصيل الاشاري ارجعنا لكم السلامة الكرام ونذكركم برقم الهاتف ديالنا وصفر خمسة خمسة وثلاثين أربعين حداشتناش وتابعونا كذلك ابر صفحة الفيسبوك الخاصة بإداعة ميدي نايف ام في بث مباشر وكذلك الولاب تتواصلوا معنا ركب صفر خمسة خمسة وثلاثين أربعين حداشتناش ونحن ما زال كان نهضروه على سبب الإخفاق وما نحملوش المسؤولية اللي وحدها الريقراجي صحيح انه كانت اختيارات خاطئة كان سوء تدبير بع المراحيل كانت ربما اللاعبين كانوا ما يدخلوش دخلوه كانت يجب إراحة لاعبين في المقابلة للزنبيه دي كلها عوامل ولكن كنت نجحنا بها ما كنت نجح نطرق لها وكانت أخطاء فادحة في كوبديمون وأتحمل ما أقول كانت أخطاء أفدح من هذا الشيء اللي كان نشوفه في كأس إفريقيا ولكن النجاح كان حالفنا وتجاوزنا تلك الأخطاء نجاح نجاح أخطاء أنا أعيمة أقول الحاجة كانت أخطاء تاكتيكية جد مهولة في كأس العرب كانت أخطاء في تدبير بعض المقابلات ولكن كان الحظ بي جاربينا وكان الكورة مشت معنا وانتصرنا ومشينا الدبي فينا حتيت واحد ما كانت أخطاء كالمساعدين حتى واحد ما فقد لا تحصل على شيها اليوم ما نجحناش النتيجة اليوم ما نجحناش الأخطاء ربما كانت أقل من اللي كان لديمون ما نجحناش ولكن كول عبا أو لا الأسهم الاتهام الأسهم الاتهام ولكن نحن نبشو مدقى مدقى انتكا حكم سابقا سيشتيتوكي كان التحكيم بصيفة عامة فهد المونديال إفريقية حتى الآن المستوى ديال التحكيم كان جيد مش مانكدبوش المستوى ديال التحكيم لتطور ش شوية مساعدة تلفار تلفار قدم واحدة مساعدة للحكم وعاونهم على الرقي بالتحكيم بالستنى أنا تنقول بالستنى ش شوية ديال المبارا ديال المنتخب المغربي مع جنوب إفريقيا اللي شوية تضل معين شوية الحكم لان لو لذاك ضربة جزاء كان ضغط اللاعبين مكاشي رجع للبار ولكن التحكيم مع العموم كان جيد نعم وسغطوه والنوه بالحكم ديال المغاربة آه النوه بهم ده بنتقل القلب اشتيا دكتب التحكيم بالمغاربين تدوله لا تنوه ببشرى لأول حكمة إفريقيا أول 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 استجواب ديالها في الصحفة كان هنا في هذا البلاطو هذا معاي معي في كنا نديره واحد خاص في رمضان وكنت ستقلت هنا في رمضان وكانت بالصعوبة باش ندير معا استجواب خستت قبطها قبطنا التوريزاسيوم باسم إداعة منينا فهم وجدت لعندي اللي هنا يا مشكورة وبنزل كانت لقها الآن وكانتقول لي أول كان استجواب ديالي كان استجواب إداعة بدين ايف ام وفي هذا البلاطو هذا تفضل وأول ما نعطاه توريزاسيو أنا باش تدرب في الملعاب وساعتها أنا باش كنت موسيير أسباب كان شي وكان سبقى الاجتهاد ديالها ولكن الاجتهاد ديالها والإصرار ديالها والطموح ديالها أنها باش توصل وصلها لدى المرتبة اللي هي فيه هذا من الجيء وكانت نبقى أن حكم الحكم يكون في المباراة النهائية أنا كنت نبقى أنه أنا كنت نشوف بأنه جيد هو اللي غيكون في النهائي إن شاء الله دعوا الله أدوه اللي كيب نعم نرجعوا للمستوى ديالتحكيم دائما سواهلي كيفاش تي الحكم واش ما كان سبب في الإقصاء ديالنا أمام جنوب هنمشوا ديركتمو الهدف واش ما كان سبب في الإقصاء ديالنا بجنوب إفريقيا لا هو ما نقوله السبب سبب راكان تقني ولكن كانت شي مسائل لكتعطل هذا راحت بأنه لا قوة يعطينا البيلاتي ديالززولي ضربة جزاء لا يضربة جزاء اللي يخذينا كنا زروا زروا لا ضربة جزاء اللي يخذينا اه اللي يد مفتوحة متلا تقريبا تقريبا شعب شعب والحاكم ديال الشرط وكتمشير بأديالتقايق اللفار نعم وكتشد الكورة وما كتعطيها للحاكمي بس يحط الكورة في هذا وتيحطها هوية حنا ما غاديش نشدو في الحاكم حتى الهدف اللي تسجل علينا را تقريبا شي 8 دقايق عاد جا تصورا ديال اللفار وحنا نعرفو التكنولوجيا ونعرفو كيفاش يمكن يتلعبو حنا ما غا نمشيو في هذا الاتجاه هذا بأن مثلا الحاكم هو كان السبب كنظن بأن ما كناش ذاك النهار ما كناش في المستوى ذينا اللي غير إقار ما بين كأس العالم وكأس الإفريقية كن نخصو يعود بزاف حنا كنا كنلعبو في كأس العالم الفراقي هم اللي كي يجيو عندنا حنا كان خصنا نمشيو أي فارق كانت يلعب ضدنا ولو يريت عادل معنا ولا غيرنا رغي يكون دار إنجاز تما فين كانت الخطورة كان دنا نقص كبير في الهجوم خصا في قلب الهجوم خصنا هدروه ليها قوة التحكيم قوة التحكيم بالنسبة لي التحكيم القاضي يحتى التحكيم المغريبي القزاز را هرجع علاش ديك القاضية ديال ديال الماني اللي ماخداش فيها بطاقة حمراء وما عارش حتى الدور نتعى الفارت علاش ما ماخداش ماني الورقة الحمراء كانت تحكيم تتحكيم فيه مزموعة مسائل في إفريقيا مشو دائما المقابلة ديالجانوب إفريقيا لقصتنا سي الحاج السبتي ما كان شوفش معي بأنهما حتى ولا بغي يفوصي نتيجة هدك الحاكم السوداني فكنتظن أنا كتيقني وكان لعب الكورة ما عارفش كانت تدخول ديالو باينة ونيته باينة بأنهو النية مبيتة بأنهو الكفة ديالو بغت تبشي لجانوب إفريقيا في البينالتي في بعض أخطاء اللي كانك يحمي في الأخطاء اللي كانك يحمي فيهم اللاعبين ديال جانوب إفريقيا في الكونفرون كانك يصفرهم في الصونتر في الواسط الميدان لعند بونو استدر ما عنا ما نديرو بدوك الكوفرون الكوفرون اللي دي سي سي فايش يجيبونا البيوت ما كاشك يصفر عليهم استدر شي حويش أنا عقص به في ديالو بأنهو النية ديالو ماش هي هي هو الحاكم أولا المستوى ديال التحكيم لولا المساعدات ديال الغار في هد كأس إفريقيا مستوى التحكيم كتاستروفيك مستوى ديالتحكيم كتاستروفيك اللي خل المستوى ديالتحكيم أنه يرتقي شيئ ما في هذه البطولة في هذه البطولة الإفريقية هو النقيل هو النقيل هو الغار العديد ديال الحالات اللي يحسن فيهم اللي يحسن فيهم الغار رجعو ل يعني يعني ما يمكن ما يمكن نعم والحاج الحاج ستيتو معنا حاكم وانتك إطار وطني يعني لعبتي ودربتي كتعرف على أن الحاكم من غير دون أن يشعر الفارق يمكن له أغانطاج واحد الفارق على واحد الفارق بطرق يعني دكية ما تحسك بأنه تيميل هذا الفارق أو هذا الفارق ويصفر لك خمسة ديال الأخطاء في المعترك ديالك لصالحك وما يعطيك تخطأ في صالح في المعترك ديال الخصم يهرس لكي ناكسيون اللي انتغادي بها مزيان ويعطيك الخطأ ويقول كادر على الخطأ إذن 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 الرئيس ديال الاتحاد الإفريقي من جنوب إفريقيا والرئيس ديال اللجنة ديال تحكيم في الكاف من جنوب إفريقيا والحكم سوداني يقدم مستقبل فإلا كان بالشدة والصرامة اللي ممكن أنه يعلن لا جوج ديال ضربت الجزائر واحدة كانت صالحنا واحدة كانت ضدنا الفار من الجزائر فهم الفار الفار من الجزائر لا نهضروش على الفار لا يمكن أن يكون في صالحنا بأي حال من الأحوال إذن الحكام ممكن أنه يأفونتاجيك ولا يكون ضدك بلا ما تحس أشحال مرة الحكام مثلا أنا فؤاد العبد ضد الحاج هو جاي بش يعطيني أنا لم يمكن أنه يبدأ بيك يعطيك أبونتاجيك أربعة ساعات ونو ساع تك يوهم العالم ويوهم الجمهور بأنه هذا السيد رضا خنيت ضربة السارية كي نسيك شي شوية وكي أعطيك الضربة السارية والمعنى الفجارية هاتش رأي شناه وعشناه بزيك معنا حسان من بن حمد مرحبا بيك هلو للأسف نقطع الخط معنا مكالمة تانية للأسف تهي مشت آآ إذن العموم ولا أخذينا بورسنتاج ديال تحكيم خرج علينا فهد كوب دافري كيش هل تعطيه بورسنتاج بالمئة مشي ودقة ودقة أنا من سبلية المباراة ديال لقد ديال لا هي لقصاتنا ديال جنوب إفريقيا شحال ديال شحال ديال بورسنتاج في المئة خمسين في المئة خمسين في المئة خمسة اللي زوكازيو اللي جاون عنا أسع لا لا إيباش نفهملك إخفاق كان فيه مئة في المئة إخفاق كل الجمانة إخفاق رجعنا بحالنا مدرنا مئة في المئة شحال مئة في المئة التحكيم ساهم خمسين في المئة تأثير الحاكم خمسين في المئة كانت تأثير الحاكم لأن الفورس اللي كانت نضيعنا شحال ننسي تجاوز خمسة في المئة وكانت يقلق اللاعي بينه الحاكم شحال في المئة أنا ربما نوصل حتال عندك ممنين نبقى نقول لكم شرح واجغرين نوصل حتال 30% 35% ولكن هذا لا يعني 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 هذا الإخفاق في الأخير سنجمعه كامل وسنلقى بأنه ما شير رقلي صحح صحح ما شير المشير المستوى البدني النداب التقني هو اللو المستوى البدني شنه المؤثيرات وعلاش وكيفاش وبكنناش اللو بلوك سودي كنا كانت فارقوا ليلين كنا كانت بعدوا مع اللاعبين هادو كلهم أسباب غل دخلوها مع المدرب واش اللو بوس سوى البدني وش من وش من تجاه يمكننا نقولوا بأنه ما وصلناش الواحد الحد باش نديروا في هاد اللو بلوك سودي باش نقربوا اللاعبين باش نقربوا ليلين باش يكونوا ريكون رابيد ديانا رابيد كيفاش السي الوالي وبنسبة لي ما غليش نقدون قولوا على لاعبين تلعبوا في أوروبا ولا شها نقش بادنيا نظن بأن الرطوبة ولا الجو العالي سهم كتير الرطوبة 85% الرطوبة والحرارة أبار الرطوبة بالإحصائيات المغريب هو الثاني فارق تضيع فرص من بعد نيجيريا في دور الأول 12 فرص ثاني حال تسجيل المغريب في المقابلة ديالو كاملين هو اللي كان عنده البرسونتاج ديال الكورة اللي كي يشد بزاف ولكن كما قلت أنا الإشكال قبل اللياقة البدنية يجبنا متميم ديال العملية يجبنا مهاجم خلي نمدك لا يدر تقلي تاكتيك اللياقة البدنية كان رام ميستر مواليد أوروبا ومكونين في أوروبا راح صعيب اليوم وصعيب اليوم انهم يتقلم مع ديال من كمشو الجانب بدني كتقول بأنه هاد اللاعبين راهم متكون في أوروبا مخزول بدني ديالهم فيما وكل شي ديالهم مزيانة 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 رسيلهم ديبهم دابل إفران جيبهم دابل المخزول البدني الترات فيهم هي الرطوبة والحارة والفريق الواحد سيارس الفريق الواحد اللي لعب في واحد التوقيت اللي هو يعني الدرجة ديال الرطوبة فقط فيه دابل سمعنا السيوهدي غنرجع قبل ما نسمع الرأي دي الحمزة من مدينة مراكش أهلو مرحبا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الله يكتر خيرك نعم عن جيه وقت المداخلات نتوح لي المؤلقات يجب الحكيم نعم ورأب غيلك ما تتفقش معنا باش نسمع أراء قريب حيث أنا فني الحكم منفث للغاية وكان منفث وعاجس مبارا والدرجة أنه رأي كنا واحد المداخل الجنوب التراقي الحاكم معضوش دو واحد مش عقل صغير مارك لالبارك أنا واحد الدخول المضراوي مواجهين جنوب الفراقية ملاعب اللعب الكورا المضراوي لعب يرجي أنا وقلت واحد ما أضب تا واحد ما يحتاج ومش عقل قادي يوم لح الحم جول الله وقلنا باش شكرا شكرا لك حمزة وقلت أنت منصف فأنا نقولك ماشي منصف فأسميته محمود إسماعيل ماشي منصف نعم وأنا أنا نرى بالنسبة للأخ حمزة قلت على أنه كانت هناك ضربتي جزاء وحدة الصالح جنوب إفريقيا وحدة وحدة الصالح نحن معناه أننا ما تجاوز ناش ما تجاوز ناش الخطأ اللي وقت هذا خطأ واذاك المجرب اللي لعب كورا بحالي وبحال وحد آخر راش الناشح ربما ما شاف مش حمزة اللي داخله في نطاق ديال التلاعب اللي كيكون في لام لا مرأي لا مرأي الآن قد نمشي لطفي شنا هي المؤثيرات على الجوانيب البدنية اللي كنشوف فيها فهد البطول هو عامل تقس معنا فهد الاتجاز عامل تقس كان عنده ضغور كبير لوح بدأ أنا الناس اللي كي لعبو في الخليج متان في السعودية وفي الإمارات كان يستعلم منهم كحمد الله كرحيمي لأنهم الرطوبة كينا في السعودية بزاف ودائب لأخر ديالحسن السجد بطنة الرطوبة كان يستعلم بهم لأن 27 اللعب ما فيعب كجابهم وعطوهم هذه الفرصة أنا في وجه تنظر ديالي والعمل التقس لعب الضو نعطوها ولكن باش نتقدو شي انتقاد اللي مثلا ندخل في شخصية ديال المدرب أو شي هجا آي في ثان أنا ضد المدرب أنه يمشي لأن إنسان الخطأ يتعلم ولما إنسان مرتك بش أخطأ ودهدي تجري بأحد أخرى دخل لأكوب ديموند ودخل لأكوب دافريك ممكن نحاول قاعدك شي لدروه ونبحيوله بزرق الجانب البديني واش متفق معايا مثلا نقبطو الزلزولي اللي خرج المقابل للأخرى والصدر ديالو غير ترتق واش ما نقبطو ش نطيوه في الكيلع في إسبانيا في إسبانيا وندلولو هادي تس كول ومفيزيك غلقاوه طوب طوب نيفو هما 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 المؤثرات لأتروع للزلزولي مثلا هما بالنسبة اللاعبين لا يمكن ومتي قبل لاش العقل على أن لعب كيلعب في أوروبا في القسم الوطني الأول في أعتد الأندية العالمية وما يكونش جاهز بدنيا ولكن الجاهزية البدنية عندها مناخ فين كاتمارس فين كاتمارس فبهذا الجاهزية البدنية لأن الرجل كيلعب في بارسولون ولي يلعب ولي يلعب في باري سان جيرما معناه أنه جاهز بدنيا بجميع المقويمات وبجميع المقاييس وبجميع الاختبارات البدنية اللي ممكن أنه يخضع ولكن من ليجي يلعب في 12 النهار ولا في جوج النهار في نسبة الرطوبة اللي كتفوق 86 86% حنا شفنا على أن المتفرجين المتفرجين الجمهور غادين للملعب وهما صخفانين قربوا يمشيوا عليهم وليش ومسخ ثاني من باب البسط نعم عشتين في الحرارات 47 درجة في مكناز عشت في سعودية لا لا في مكناز عقل عشت في مكناز ولكن ودخلتين للحمام كان صخف بيشير وهذا كل يخدم في الحمام 47 درجة لها برها ومياه في الداخل كي يخدم فيها أعادي وهذا هو بش كان هذا هو يتأقلم هذا سعودي يخدم في الحمام هذا هو يتأقلم يتأقلم يخل هذا هو كان الفارق ديال ديال جنوب إفريقيا كان قوي بدنيا كان قوي بدنيا وغادي نرجع للجهيزية تحية كبيرا الشي الشيعي اللي كيتواصل معنا ده برع عبر الصفحات الفيسبوك مرحبا بك سينابيل لا اللي يمكن يكون عليها اللاعبين المغاربة لأن هذا فارق ديال جنوب إفريقيا مكوان 80% قريبا من فارق ساندونس وفارق ساندونس كان عرفه لأن فارق الويداد رأى وقف الفارق ساندونس ووقف ديال 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 البرسنتاج ديال الرطوبة والحرارة والعواميل المناخية شحل اللعبات الدور ديالها في الإخفاق المغربي أخويا وإهلي ما كان نظن 40% قريبا لأن عقل على 15% ديال نبدا ساندونس ساندونس هل إخفاق لعبات هذه الرطوبة والحرارة في الإخفاق ديال المنتخب المغربي 30% حتى 20% كان عنده حد دور كبير سيغطو في الشوت الثاني 30% لأن في الشوت الأول سيكونوا مزيان في الشوت الثاني يبقى ديال تعترض المراقبة اللي بان لنا ساندونس في حدود حدود 20% 25% اللي كان 20% للسبتي المخزول البدني ماشي المخزول البدني والرطوبة ما زال الناس يتواصلوا معنا عبر الصفحة في وسبوك نخلي الدوم هو اللي يتكلف بهذه الصفحة لأنه تبارك الله كين بزاف ديال الناس يتواصلوا معنا وما يمكن لش نتواصل وما يمطن نحاور نعم تفضل مجموعة من تعليقات اللي تتفعل مع موضوع حلقة البرنامج اللي حسن رحزولي يقول لابد من السمراريا يبقى رقراجي ونصحوا الأخطاء والوقت لا يسمح للتغيير خصوصا ونحن مقبلين على تنظيم كأس أفريقية الأمم لذلك وجب تريوت وعدم التسرع الأصل أصل السلام الأخ فؤاد يجب إعادة نظر في المدرب الفارق معادة أكراد هذا ما يقوله ميد السميك وأحمد علي جنوب أفريقية تتلى بن زيان والحض لم يكن حالي في المنتخب الوطني سوكاني فاصيس يقول لابد من تفكر في تكون فارق من البطولة ومدرب من البطولة ما وقع كما العالي ما وقع مع الزاكي بتونس وقع الآن مع الرقراجي الغرور أو الوصول للنشوى للنشوى التمييز عند اللعبين والمدرب أناس السلام عليكم صديق من فرنسا نتكلم على كل شيء لكن لا ننسى الخطأ تحكيمه وهو ما ورد في قول الضيوف رشيد رشيد كانت كانت يعني الخروج مؤسف والعديد من التعليقات لا يسعى الوقت لذكر الجميع نمشي عند خاليد من مراكش اللي كيتواصل من عنا عبر الهاتف وإن ملادينا ينسي بالخمسة خمسة وثلاثين ربعين حداشتناش تفضل تسي خاليد صباح النور للجميع صباح هذا دائم كنت دائم دائم نعلم كلاس هذا دائم هذا دائم ما أدرت تسخلي لإخواني أدروا شوية تفضل أسي خاليد وشكرا لإداءة الوطنية من دينا أفهم نعم مرحبا أولا قبل ما نهضر المنتخب ولا بد من نشيل واحد متألة تنحي وتنحي بحرارة فريق الجيش المالكي وفريق الندي المكناسي بالفوز زيالهم بالبطولة الخريفية نعم وبالأخ تبقى الله هات الشباب ديال الكوديم هات العام قسنا نتهلو فيهم خسل الجيعة والإقليم والمجلس البلدي والناس الغايورين على الكوديم يتهلو فهات شبان اللي حققه هاد أرى مش سهل باش تحقق البطولة الخريفية ففله والاتي باش نقاطعك لأنه كان عرف كدائما انت من مدينة مراكوش ودائما كتدرق على النادي المكنسي والآن اليوم هنحن نهضر عن المنتخب وعن البطولة ما فيها بس سيقرب ناسي الحاجة السبتي على لقاء تواصلي البارح اللي كان ديال نادي المكنسي تفضل وانتا معنا تفضل الحاجة السبتي شكرا لأخ خليد اللي ترتي هاد النقطة بالأمس عقد المكتب المسير ديال نادي المكنسي لقاء تواصلي حضره الحصة السابقة اللي هي مرحلة الدهاب واللي كانت مربحة بشكل كبير كذلك الوضعية المالية التي تعتبر إلى حد دين ما مستقرة كذلك تدخول سيد رئيس المجلس الإقليمي وسيد رئيس جماعات المشوار والسيد عبد الله مشكور عن المجلس البلدي والذين أبدوا استعداد هذه الجهات لدعم فارق النادي المكنسي لتحقيق حلم الصعود وكي بقاء الإشكال المطروح هو عدم عدم جاهزية الملعب الشرفي لاستقبال مقابلات في القسم الوطني الأول في حال تحقيق الصعود ولكن هذه المسألة كما طرحت خلال هذا اللقاء تبقى من مسؤولية الجهات الوصية واللي هي المالكة للمشاءات الرياضية في مدينة مكنس وأعني الجماعة وعمال مكنس والجهات المنتخبة كذلك الرئيس أكد على الأجواء الطبيعية والعادية التي تسود بين اللعبين والأطور تقنية والمسيرين كما أكد السيد الرئيس على أنه هو صاحب القرار في الفريق وعلى أنه قطع مع كل ما يمكن أن يمس تسير العادي في الندي المكنس شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك يلا دخل معنا للمنتخبة يا فريد المنتخبة النقطة الثانية هي المنتخبة الوطني فتنحيه لأهل المدرب المنتخبة الوطني وحققنا معها نتائج مهمة وما أمنا لا نقدر نحققها من بعد ولكن هذا ماشي حاجز باش ما يمكن نعطيه رأي ذي في كأس إفريقيا. ولهذا أنا أقول بأن هذا النسخة كانت ديال الكأس الإفريقيا كانت ديالنا مئة بالمئة. وإن شاء الله الكأس ديال ديال ديميل فانتساك تكون ديالنا ونكونوا حارزين على جوجل كؤوس. فإذا بي نحن في هذا الخطأ الكبير اللي في الحقيقة التي تتحمل المسؤوليته وهو المدريب. والصالح عزيز علينا عزيز علينا عزيز علينا المدريب ولكني ورأتها ربيعه وبنفسه. وانا تنقل بأن مشي عاد أن نكونوا منتخب. رأى المنتخب عندنا على وقتاش جاء تسير قراجي للمنتخب جبت أبتوا تصور قبل. نعم. وكانت قدام لأ إحد ديال المدريب السابق دك الكروات يونيس ميسو. رأى خلاله لأيحة فيها تقريبا. ثلاثة ديال ديال فورق المنتخب رأى خلاله وربعة وسبعين لعيب. نعم. إلا تذكره. وشوف. هاي دعاواتك بخاليد المنتخب باش باش هاد باش ونا بقنا بقنا نعيشو. رأى الله ما نشوف ديال خمسة وعشرين. وانا باش مشكل. هاو مدى بعدنا منتخب واجد ما هي وكل شيء. الحمد لله. وما قد كن لرطوبة. ما قد كن لرطوبة. ما قد كن لرطوبة لبخار الماء الاحتهاج. ايا وكين الخمسة ديال ديال كين. كين الحاريس. وكين اكرب. وكين حاكيمي. وكين آآ جياش. وكين بوفال. ها خمسة واجدين. وست ما نخبروش نعم. نعم. ان شاء الله بإذن الله اخويا باش نخليول المكالمات للناس الخرية الله كتر. خيرك ابا خاليد. شكرا لك وتوحشناك بزاف. سعطر عليه الزعب. آآ آآ هذا ما كان. شكرا ابا خاليد. معنا خاليد آخر من مدينة البيضاء. اهلو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. اخويا بي خير لابس عليكم. الله يباك فيك. بارك الله وفيك. اخويا ابايت نشارك معكم على المنتخب ان شاء الله. بي اجاز عافك. آآ المنتخب اخويا احنا ما غاليش نبقى نضرقور الحكام. نعم. حكام كي كي تغاضوا على الشي حويد. يعني نوكي ما كي عطوناش حقناوكي يعطو الناس ما كي عطوناش نعم. حلي بايت نقول انا ررو طوبة على كل شي. لا. المدريب بلايش المدريب هلاش المدريب ميديش لنا العابة. هادي 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 اخرى. منعام. ها يكي لنا احفاس با عشرين. نعم. دي لنا سيدي 15 من اه اوروبوت دي لنا 12 من البوطولة ولا من الخالي. تهدي فكرة. تهدي فكرة. نعم. اه المهم احنا ما نتضرقوش. احنا كل عام كنقولو غانت دي ونكاس الروبوع ما الروبوع. انت مننا و الفين وخمسة وعشرين يدارك هاد آآ الخاطع. سكرا ما نقولوش خاطع دي للمدريب ما عن نقولوش الخير. عادكش الانجاز اللي دار. ولكن احنا غنلعبوه في بلادنا. وفي وقت ما فيش. لا شمش لا صاد لاوالو. شكرا لك سي خليد معنا حسن بن حمد. سلام عليكم اخويا فؤات. اركب بن حمد. انا بن حمد. كي دير اللا اجواء تمه في المنطقة. والاجواء اه خصكم هاتو متزورونا اخويا اخويا فؤات. كتبغي قولان بك الخريبقى ولا اه? كتبغي قولان بك الخريبقى واخينا. لا انا كنبغي التجيش للملئكي من طرج اللوذا والزارج. أه اه اي اه 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 اه. تفضلع سي سي حسان بإيجاز لك ترخيرك تتدرك في مقابلة الثانية أو الثالثة أما الدور الثاني كما كنقولون ضينا قوصين ضربة للمسكين يعني فيها فائز وفيها منهازم أخي تسمعني يا أخويا فؤاد نعم نعم فيها فائز وفيها منهازم ولكن الأخطاء اللي بدأت هي مثلا الأخطاء المعروفة اللي بدأت في الخطة دي أننا كنا لاعبين بحل الخطة كانوا اللاعبين ما مقربينش لغضياتهم شناي الخطة اللي كنا لعبين بها سي حسن شناي الخطة اللي ما عجبتك شناي كنا لعبين بها الخطة اللي ما عجبتنيش هي هذيك الانسيجام دي الوسطة الميدان مع الدفاع ما كناش الخطوط ما كانش مقتربة فيما بينها ثم كنا أخطأ مثلا في تضيع الفورات لأن هذه المقابلة ممكنش لها تضيع فورات كتجيك مثلا الفورة اللولة الفورة الثانية خلصة القولة أخويا حسن واش أنت معه بقاء الرجراجي ونشوفه المستقل أبقاء الرجراجي شكرا لك شكرا لك شكرا لك ما كنت بدي للرجراجي يا أخويا فؤاد شكرا لك أبو حسن من بنحمد كنتمانا وكنشكرك على التواصل مع إيدات مدينة يفهم معنا عمر من تزاءل ومرحبا وعليكم السلام وعليكم السلام تحية لك شكرا لك تحية الضيوف ومدينة مرحبا سيدي عمر بغيتنا نشارك معكم صراحة أنا أول مسترك عندي معكم برنامج وكنستمع المدينة في أمس فيارة ومشاركة مكنشاركة خضل مرحبا بك ومدينة أف أم ديالك ومرحبا بك الله يبرك بخير أنا بغيت نتكلم مع القدينا على المنتخب الوطني نعم كنا بقى فينا الحال بالزعف وكننا نتغلو هذا المنتخب الذي وصلت باسمه هذه الكثة العالم رأي مستهلة تكون رابع العالم وكننا كنا طامحين بالزعف كنا كنا وكانت مننا وهذه الكثة مجبارة من 76 والله إلى بالزعف وبالد الحل المهرية بلدي عنده طارق كوراوي وعنده لعاب هذا شيء معطى الله هذا شيء معطى الله دعوتك أخويا عمر مع المنتخب ومع الكورا المؤمن شكرا أخويا أخويا لم يكن المدرب ولا شوف هي المسؤولية مشتركة بالمدرب والعاب والناس التقنية المحللة اللي كمين في الجامعة وإحنا همانيت اللي جابوا لانتصار من قطر نحن سوف فرحونا في قطر ومش ومعاهم وما كلموهم ولكن كان خاطئ المسؤولية مشتركة ماشي المدرب وقدو ماشي اللعب بوحدهم وحتى الجامعة المحللين ديالها وتقنيين ديالها كان يشوفوا علاش احنا كان كم ديال الفورص الضائعة في المقابلة علاش كم ديال الفورص الضائعة شكرا شكرا لك عمر منتازر فكرة تحترم معنا حسام الدين من البيضاء مرحبا السلام عليكم السباح الخير سيدي سباح النور أريد أن تدخل بإيجاز الله أريد أن تدخل المدرب الرقم كرأيي شخصي أنا كان فضل إذا أريد أن نقارن الآداء المنتخب في قطر وآداء المنتخب في قوت ديفور فأنا نقول دائما كرأي شخصي أنه شخصي ما بين جوج الجوج ديال 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 طريقة العمل ديال ديال منتخب في قطر مش هي طريقة العمل ديال وفي القوت ديفور الطابعة كتلعبدور وخلنا سيقول قطر تهي فيها ميديتة وفيها الحرارة ولكن نحن نساوش أن القطر لقد تكلفت واحد فاتورة بغضة جدا باش تأسس واحد مدرجات لأساسا مكيافة لغاية سهلة ليس للاعبين المغربة ولا للاعبين العربة ولكن الأوروبيين حيث أغلب الفرق اللي كانت غادت تأخذ كأس العلام كان مصنف بعديد منهم الفرق الأوروبي فميمكنش أنهم يعطيهم كأس العلام بلما يوفروا لهم مثلا يخينوا الشروط أو الظروف المناخية اللي غادتخلي فرق اللعبين وتعطي اللعبين وتعطي اللعبين وتعطي اللعبين تأخذ لأنه فقدنا مومنتوم وفقدنا واحد الزخم ما بين كأس العالم وفقدنا أفريق لأن كانت ضروف تلفزات ووجود اللاعبين كانت تعب شديد جدا ودرجة حرارة ورطبة ولكن نعطيه فرصة للمدرب المناخية لأن كأس أفريقي لأن كأس أفريقي يدفل مغرب أجواء مغربية اللاعبين المغاربة ويجعلهم يديروا شغلهم وأنا داك مرى إلى متحققات نتائج إيجابية عندك يجب أن تكون محاسبة ومحاسبة شعرية ساعدك شكرا لك نضر مع عبد العالي من المكناس ونقفو شوية المكالمات رأيتها ما رجع الضيوف ديالي شكرا للتواصل الكبير والكبير جدا عبر صفحة الفيسبوك ولا في الرقم الهاتف ديالنا التابت نشكركم جزيل ولكن ساعة ونص ما يمكنش أنني نخصصها كلها المكالمات مرحبا بك سي عبد العلي السلام عليكم سيدي فؤاد وعليكم السلام تحيالك وتحيال الطيوب كاملين شكرا لك واشنقل كتنورنا هذا البرنامات شراء أبي يا فؤاد نعم كتنورنا هذا البرنامات لا ننورك كيف قالوا يوائدم زيان الله يحفظك أبي عبد العلي الله يحفظك أبي عبد العلي الله يشافر أمين أمين سي عبد العلي براك الله أخويا أبو أريد أن تخلق واحدة نقطية كبير خير تفضل أول حاجة يبقى ياك أخويا ولكن ما يحيد العاطفة وحيد شي حوائيج نعم أتالي هذا القديم وحيد ترجي بالآن والسلام عليكم والسلام أخويا صافي هذا هو الموبتا غامشي الجانب التقني والتاكتيكي غانجمعون بجنش دقة واحدة ومنك ننظر على التقني والتاكتيكي المستوى ذي اللاعبين والمستوى ذي المدرين تفضلها السيواني وبالنسبة لي الرقراج ربما بقى تايق في اللاعبين اللي داوم الكأس العالم نعم يعني في تنهضر على التشكيلة الرسمية أما هو الفريق الوطني رجع 11 اللاعب في ضرف السنة اللي تبتلت نعم وجابهم كلهم من المنتخب الأولمبيد قريبا آآ كنظن أنه بقى تايق في شي لاعبين تالآخر آخر رامق وتنظن ذك اللاعبين خدله ما مكنوش في المستوى كيف أجب حالي؟ بخصوصا بالنسبة لي آملاح بالنسبة للنصيري كيف أجبت له؟ آآ آملاح ما كانش واجر نهائيا في جميع المقابلات رغم أنه تدير واحد دور تاكتيكي ولكن حنا كنا محتاجي اللاعبين اللي غيكونوا أوفنسيف كتر من ديفونسيف في ذيك البلاسة ربما ذك الوليد ريت شارتسون في المقابلة كان بينا كانت منه أنه يدخل ولكن ما مدخلش بخصوصا بالنسبة للنصيري ما يمكنش أننا غاليا نبقاون تسنا وبشتمركي بالرأس تجيك فرصة جوج لا ترى خصوم يسجلوا ومهاجم خصنا مهاجم اللي ما كانش أصلا دابا في المغرية هاك الشي اللي اعطال الله ما 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 كانش شي واحد زمن ما نقوله هادا ما جابوش أفا سنطروا لاب البط غلالة بره راه هات الشي اللي اعطال الله هات الشي اللي اعطال الله واشي يمكننا دابا نتحول اللعبو بمهاجي مهمي ربعة واحد ربعة واحد كيف هجيتك ربعة واحد افريقيا تنظنا نكتلك نشيطة ضيالها واللي وخصوصا نقولك في ذيك الحلقة ذيك الحلقة ذي الاملح ومبعد العاية وعدم استغلال الفرص تصوري في المقابلة ذي الكونغو تقريبا راجوشت الفرص والثلاثة جون سيري ما سجلناهم واهلي قلتيني بأنه الرطوبة وكان خصم ديال المنتخب 15% ساهم في هاد النتيجة هدرنا على الجانب الاخر هو ديال الحكام حكام قلتيني 15% و40% ديال الرطوبة شحالك تعطين الجانب التقني والتاكتيكي هو اللي بقال صوي ولا مازال الجانب الدهني تقريبا عطيني 35% 35% كان كان العلاقة ديال المدريب مع التاكتيك ديالو ممشيش واش اللاعبين اللي مطبقوش ولا مكانش تطبيقوا التواصل ولا المدريب اللي مدرش واحد واحد توليفا اللي يمكن لها أنه وتخدم من المنتخب شوف مليش نقوله الإحصائية تشقولك بأن المغريب ضيع 12 فرصة ثانية حاف ثلاثة ديال المقابلات نعم هنرى الأمور تتجاوز المدريب تتوصل اللاعبين المدريب ما قد يش يدخل يسجل الآن احنا واش نقوله واش كانش يلعاب خصوصا في قلب الهجوم ومداش واش اليوم البطولة تخلق لنا لعابة في قيمة البوساتي ولا قيمة كاماتشو ولا قيمة الغريسي علاش هاد الفراقي مك يخلقوش بالنبح على هدى اللاعبين من بره مثلا را تقريبا من يجاوز الربص بعد يلقونه 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 هل ماركي دابة في البطولة المغريبين الله ما عارف شرا ما البطولة تقريبا راها تمنيات عود ما كيف يفوتوهاش راح 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 وملي كتجي مثلا كتلقى بطولة ثلاث كتلقى خمسطا ستاش كتلقى لاعب أجنابي نعم أجنابي من المستوى الرابع لأن اللوني كيمشيوا الأوروبا والتاني كيمشيوا الخاليج والثالثين كيمشيوا ها درى مشكل كتشترح قلناش اي سيميس ان تفكروا الناس ديال فيسبوك اللات كسترتها ونسيناهم بساكن طب جمعا من التفاعلات والجمعا من اللي كومنت التي تفاعلها معنا عبر صفحة فيسبوك مدينة اف ام وبرنامج الشوطة الإضافي الكورة المغربية نبيل يقول الكورة المغربية تحتاج إلى تكتيكات هجومية جيدة وتجربة خطة لعب المهاجم الوهمي الحميد يقول غياب حاكم زياش وغاب حاكم زياش فغابت الحلول شكري يقول سباح الخير على الجميع المنتخب الوطني اضع الكثير من الفرص ودفع التمن في النسخة شيكي عبدالطيف يقول في كل نسخة افريقيا يعاد انتاج نفس الخطاب مودتي اتمنى تحليل الوهي لرمزي يقول اتمنى تحليل هدف الاول جنوب افريقيا في شبك المنتخب وطريقة اختراق الدفاع المغربي نعم سي لطفي استيتو جانب التقني والتاكتيكي كيف اشتيه ونسبة ديال الاخفاق دياله اللي ساهم في هذا الخروج الممكن بالنسبة للجانب التقني والتاكتيكي انا كنشوف الشغط الاول كده يكون المنتخب منتخب جيدة ولكن في الشغط التاني كيوالي العكس للجانب الاناني بالنسبة للعب الانانية السلبية لان كل واحد ان شوفوه كان يبغيه اللي يسجل الهدف الحمد لله رأياني ولكن كي سجل صحيح شناش حمل فورس كيف مما قال زاميل كتدرك وكا اني بكار اخاوي عدك تمركيه رما غادي يحيدك لحاك وما يحيدك تشي واحد مكشي واحد اللي غادي يمكله يقصيك اللاعبين كانوا كانت تتغع لهم شوية الانانية وشوية اللاعب الفرضي ماشي اللاعب الجميع هناك كان فيك خسوية الدخل المدرب هناك كان يكون مدرب يكون عاسم اذا شتي الجانب التاكتيكي والتقني كان انا بمثبت المدرب الدل واجيب ديره ولكن اللاعب قصول ادي ثمانية في المئة داخل رقعة الملعب اذا هو كيرسم في الطابلو والاخرين صابي صابي داخل رقعة الملعب اذا تستبيق ما كانش كانش شوية كانت الانانية عند بعض اللاعبين كانوا كيزيدو كتيك طرق قوة المراوغات معاك الجانب ديال الرطوبة وديالهدك ما خلاش هاد التاكتيك دياله ينجح صحيح حالكة تعطيه ديال البرسنتاج ديال الاخفاق ديال الجانب التقني والتاكتيك ما قدر نعطي الاخفاق ديال واحد عشر في المئة لا ديك خمسين في المئة ديال بالنسبة المباراة الاخيرة ديالتحكيم ديالتحكيم لا مباراة الاخيرة لا تحكيم عشرين في المئة عشرين في المئة عشرين في المئة سي الحاجة التقنية والتاكتكي اللي كتشوف هاد المقابلات انا اللي كنشوف هو انك غادي بنا الواحد نسبة مئوية اللي غادي تخرج والد ما عندوش تواحد في المئة في مسؤولية ديال صاحب حيت صاحب حيت صاحب يو كان مغير نغادي بشوية بشوية بالنسبة بالنسبة الانانية السلبية ف الانانية وعطيتي المثال ديال الحمد الله ف الانانية عند الحمد الله كنظن على انها انانية ايجابية لانه بها كي سجل هذا الاهدف وحنا الانانية السلبية هي اللي كانت عند عند اللاعب ديالنا ديال المدينة مكناس امين عدلي في فرصة اللي تحتله وما استطعش انه انه يستغل لها كتيقلب الرجل يوسرا هنا غادي نرجع الناس اللي يقولوا اختيارات طاكتكيكية وذك شي عدلي ماشي الانسب اللاعب اللي كيكون انغوشي وكتحطوه في اليمن ماشي من ذاك النوع اللي غاي اختارك من الوسط وغاي يمكن يسجلك من الوسط هذك لاعب يمكن لي اختارك من الجناب ويعطيه انسانتر لبوكس عدلي لابك تكون سوء الاختيار هو هذا عدلي يا اخ فؤاد حتى بالنسبة الحالة النفسية حتى بالنسبة الحالة النفسية فكيف مكن الحال لا يمكنش شي واحد يحس بالاحساس اللي كيحس به هو وقد ودعى الوالدة دياله ودفنها قبل ايام اعرفها ولكن اللي بغيت نوضح انا فيما يتعلق بالرقراغي احتفت صريحات دياله احتفت طريقة ديال الكلام دياله رجل اللي هو متأثر بالتقافة والتربية ديال ديال الاوروبا لدرجة انه تتكلم بواحد العفوية واحد العفوية اللي ربما بعض الاحيان كتتفهم ماشي ايها ديك كما حدث لما تحدث عن العرب وعن كده وكما اسبق له تحدثه هو مدري ديال الويداد تحدثه بعفوية وما كيقصدش ما كيقصدش دكش اللي فهموه اللي فهموه واحد العدد قليل اللي هما فقدين حضودهم وكده ولذلك ما كل ما يتمناه المرء يدركوه تجري الرياح بما لا تشتهيه السفون وكانوا السفون وكانت الرياح اذا الجانب التقنيه التاكتيكي اعجبك او ما اعجبك الجانب التقنيه التاكتيكي كان متأثر بالظروف المحيطة به لانه هو نفس مكانش مكانش في طب وما يمكنش يكون في طب في الظروف اللي كانت محيطة به خمستاش في المئة تقريبا الور ندوزو كين عندك شي رسائل تلمو كين كان اعتدرو كان اعتدرو الناس اللي كيتواصلوا معنا هم كوتور وكان حيوكم التواصل مع البرنامج للشروط الاضافي وانا اخجل منما كان قراركو مش لي ميصاج كاملين الظروف كانت احتمالية انه هون تفضل كين مش معهم تعليق هامي طونجيش يقول وليدر قريقي واحد من احسن المدربين في العالم تحية ابليله تحية رياضية للمقدم برنامج الناجح سي فؤاد وتحية خاصة الضيوف اسماعيل غياب الكوراش الطاولة من قبل زيش وفوفالي السادعي الاستغناء عن انصاري يعني الاخ يعني ادريس اباسي الاخ فوادع السوعة عدلي املاح مزراوي اذا من المسؤول عن ادخلهم اظن يتحمل المسؤولية اه الان غان شو لجانب الديهني وهضروا علي الناس المسدخين بزاف انه بدا باللطفي الجانب الديهني هو اللي كان عيطوله احنا بيناتنا ما كانش عنده المورال ما كانش الجانب الديهني اه هو عدة سعة واما يقدخل في الجانب الديهني كيفاش كنتي كتشوف اللاعب داخله رقعة الميدن من جانب السيكولوجي الديهني وبسيكولوجي وبزاف الاسمع في الاتجا كدوشي اذا دلنا تقييم ديال اربعات المباراة للعب المنتخب المغربي في المباراة اللولة والثانية والثالثة في نظريك كان الجانب الديهني كان ايجابي كان حاضر مئة في المئة والمباراة الاخيرة ديالجنوب افريقيا كنشوفو لا اللاعبين ولا حتى المدرب كان جانب الديهني شوية بحل كنا عني قدرنا كبرنا بزبديك جنوب افريقيا ولا اعطينا واحد القيمة كبيرة وبحل خايفين منها بحل مترددين بحل شوية دخلين شوية شك دخلنا من درجة تصري حدي المدرب قبل المباراة كتبين لك بانك ينشي حاجة ماشية ذيك زيد على دليك المدرب اللاعب اللي كانو اللي ملاعبش زياش وبوفال كان تاوى عندو تأثير تاوى ما اسمع الباقي اللاعبين كان جانب تماكن العبع اليوم لان هدو كانو كيساعدهم صغطو زياش نعم اذا دباو لمشي تتقتلك البرسنتاج السليس سليس لبرسنتاج تبقى يتنقية الشوية تعطيه مئة في المئة اذا الجانب الدهني كانت شوفوا كان عادي جدا كان عادي الا المباراة الاخيرة نعم سي الحاجة سبسين الجانب الدهني كيفاش كتشوف اللاعبين والحضور ديالهم الدهني في رقعة الميتة والبرسنتاج دياله في الفاشا في الفاشا في الواقع يعني مما يؤسف له هو اننا في واحد العدد كبير من المنابر واحد العدد كبير من القنوات وعدد كبير من المحطات يعني كالقاو مادة دسمة حينما يكون الفشل من التضاهرات يعني كالقاو المشجب اللي غنعلقوا عليه الفشل ديال تضاهرات وما كاله العديد من الخبراء اللي كيسميه روسهم خبراء ومحللين وكذا الواليد الرقراجي هو الشيء الكثير جدا لان احنا بعينينا كاللعبو حسن من ميسي وحسن من رونالدو وحسن من جميع اللاعبين كنقولوا ولكن بعد فواتي الاوان نعم والحالة النفسية اللي كيكون عليها اللاعب في اللحظة اللي كيكون فيها هت يخد قرار انه يسدد وميحل أو يمرر وميحل نعم فهوária الحالة النفسية الحالة النفسية كتتحدد ففي حالة الانتصار قلنا على ان حالة نفسية كانت جيدة وعلى ان الانسجم كان حصل وعلى ان كده وفي حالة الانهزة مرة طبيعية اننا غادي نكونوا منهارين نفسيا وغادي نكونوا في حالة نفسية يعني غير غير لائقة فبالنسبة للاستعداد النفسي وهنا في ان كانت الديهني هو اللي تيلعب فيه الدور المعيد الديهني والطاقم المحيط بالمدرب وكن نقول على ان الطاقم المحيط بواليد الرجراجي لا بد من ترميم لا بد من بعض الترميمات في الطاقم اللي كيحيط بواليد الرجراجي باش نحققوه الافضل نعم اذا كانت بقالك 35% هي الجينية التينية ايه لبقتلك او ما غا ياخد الرجراجي ته واحد في المية لا اعطيت انت الجانب تاقسيكي 15% هو الرجراجي اا اذا غادي ته واحد الـ 25% تقريبا نعم اذا باش نوصلوا لخلاصة القول بانه هناك عوامل عدة ساهمت في اخفاق المنتخب المغربي باش منلوموش منقوش فوق منحلش ميديا نسمع الرجراجي عوامل شتاء كتكون لعبة في الإخفاق وفي الفشل بجانبك نتاعي يا أخويا ولي وبالنسبة لي ايه باق بنا نوضح واحد الشيء المستمعي الكرام راكين فرق ما بين النقد وما بين اننا نضربوه في الأعراض الشخصية وتصحيح وشكون هاد الانسان المخوى للنقد حاول ايه تقبط السيلوح مره صحح ولكن تكون اونت وشكون هاد الانسان المخوى للنقد على الاقل تولى حل مثل الرجراجي شي بوست ديالو في الطنوبلتو يسمع ياخد استفادة بأنه هو راك يسمع مسكين راك يسمع لكل شي راك ممكن يسمعه ولكنه لاحل ويلقى سبا فيه شمان راديس الدعو تاني ما راديس يستفدش خسنا احنا نوصله لرسائل ليمكنه يستفد من هالرجال نعم ما خسناش المارسو الشعباوية ولي هديا ممارسة بمجموعة من القانوات لا لا كدتك قال الكلام دياله هم احرار تاني هذا نظر للعمية على الناس تالف القهوات تاليف الزنقات وثنائها شوية ذيال الترايوت قال لكن الأخر والآخر فوق المسيارين تاليف لازنقاة وتاليف الشريعة وتاليف بالمقايا راها هاد الناس هادوا هاد القانوات هادوا هاد المؤترين هادوا هم التي يصنعون الرأي العام هم التي أتروا في الرأي العام فمليل قناة إطار يدعي أنه إطار وطني من العجم الكبير وتي تحدث على وكي أتر على أرى ذي الناس الناس سدج كي أتر عليهم قالها فلان قالها فلان حالة نفسية ما درت فيها أنا أعطي مثال الآن الضغط كان على ثلاثة فلاقية قريبا هم الكود ديفور بنا من الدماء والسينيقال هو مغرب خسر الكود ديفور دو متش جينا إحنا هزينا عليه الضغط وغادي بلا مدرب الآن وربما غيفوز بالكأس أنا ولكنت غادي نهضر بالبرسونتاج بلا ما درت ما درش تشريح ولكن أنا كان أعطي للحاكم 15% وكان أعطي للرطوبة 25% علشق للتالي وما دم أنه مشات 13-14 يوم قبل المنافسة وكانت أطابتاسيو مع الجانب التاكتيكي كان أعطيها 10% وكان نمشي الجانب الدهني كان أعطيها 50% ومنه كان نمشي لجانب الدهني كان أعطيها 50% أكثر من هل شيء كله لأنه ربما بعض الأمور مثلا التركيز فهدوا من العوامل لجانب الدهني التركيز كان غايف في عدة مراحل للمقابلات هنا اللي كي أثر على التطبيق مع التاكتيك ديال واليد التطبيق كان غير ناجح بالبتة في بزاف ديال 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 مراحل المقابلة وهنا كي أثر على التاكتيك والتقنية ديال ديال واليد التواصل ما بين اللاعبين وتابعون الخطوط تهو داخل تهو التواصل داخل في جانب الدهني المسئولية ربما قلت على المسئولية اللي كنا هزينها في قطع وبالتالي مسئولي مني كتقل كندخلوها بجانب الدهني كتأثرنا على الجانب التاكتيكية والتقنية وبنين هضرنا على الجانب ديال التقا كما شي واحد هضر فيكم مع التقا التقا فهي كان شوية شوية طايحة ودخلت بعض شكوك اللي مجموعة ديالنا في بزاف ديال ديال مواقف اللي شدناها في البطولة ديال الأمم وبالتالي ما كان نرجعوش اللو ما ببعدها الواليد رقائي هي بجموعة كلها شحقات وفيها كما قلنا فيها كل شي فيها اللاعبين فيها المدرين فيها الرطوبة فيها فيها كل شي إذن باش نفيقوا براء أخرى هذي صفحة كبيرة باش نفيقوا إن شاء الله ونكونوا في أحسن موعد إن شاء الله في شحقات مقبرة خصوصة في المغرب 2025 ونفوز إن شاء الله بكأس إفريقيا وتكون هي ثابتة إن شاء الله سنرجعو الواقع والبطولة ونقول البطولة ضعيفة سنبدأ بالقسم الوطني الثاني مع عبد مالف هديد إذن العصبة الوطنية مرحبا بكل فرع العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم تكشف عن موعد الجولة السادسة عشر للقسم الوطنية الثاني ومستهلها الجمعة بمبارتين حيث يواجه شباب بنغرير فريق الرسينغ البطوي انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا فيما يستقبل الدفاع الحصني الجديدي ضيفه رجاء بن ملال انطلاقا من الساعة الخامسة عصرا عفوا ثلاث مباريات يوم السبت إذ يستقبل شباب طلسون فريق لنبيكتشيرا فيما يحول شباب المسيرة ضيفا على الاتفاق المراكشي على ان يواجه الاتحاد الاسلام الوجدي نظيره الكوكب المراكشي وتزرى كل هذه المباريات في الثالثة زوالا وتختتم الجولة السادسة عشر من الدورية المغربية القسم الثاني يوم الأحد بثلاثة مباريات كلها على الساعة الثالثة زوالا أولها جمعية سلا أمام مصطاد المغربي والنادي المكنسي بطل الخريفي الصديف سريع والزم ثم أولمبيك خريبقى أمام مناظره الوداد الفاسي أمام 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 سيد عبدالطيف سيد عبدالطيف الله يبارك فيك شنو تدخل دينك سيد عبدالطيف اللي بغيت نقول لك وأنني رك عارف أني أنا مسموح الليل وأنني عارف التقنية دي الكورة اللي بغيت نقول لك هو أن نحن مأرق راقي لأن هذا شي اللي وصلنا له صحيح ما ما نظن وصلنا له قبل الله كنظن غنشوفه في الأفق أن شي واحد يقدر يوصلنا لك شي خليونا مركزين مها ونشجعوا ونشجعوا اللي عابدين مها تشيلي كينا صحيح سيد عبدالطيف تحياتي للعائلة شكرا لك سيد لطفي بالنسبة لك المواطنية التانية رجعنا للواقع دابق أرى الفورفية ماشي الفورفية أرى الإضرابات عو تاني غذونا أنو تخموتو أرى الإضرابات ما تخلصوش أرى الكرما كيين إن شاء الله لكن هو أنه ضد هالتوقف لدى شهر وصف حلال البوطول ستبدأ مجديد نعم يحسن عوان بعض الفورق كين بعض الفورق اللي غادي اللي استفدت ما التوقف وكين بعض الفورق اللي غادي الضرر المستقبل لأن باش توقف البوطول هاد المدة الزماني ديلا كاملة في حقارة الحلاوة ديلا مشات مشات حتى الحلاوة نعم شواء ديلا ونشوفوا بطولة أخرى تقدر تكون شمو فاجأت نعم شنو فرادارك وبالنسبة لي بطولة ديلا القسم وطني التاني هاد السنة فيها إطار أكثر من البطولة ديلا القسم الوطني الأول فرق مرجعية كالكوديم كالكوكب كنظن بأن مشيحة حتى حنا مكان ساولى هذا فريق النديم تناسي هاد السنة فحقها في المستوى وانتظروا إن شاء الله الأجود مشو مع برنامج البطولة ديلا لجولة 16 القسم الوطني الأول القسم الوطني الأول تستأنف فيه البطولة في دورتها السادسة عشر الأربعاء سابع فبراير شباب سوالم سباب سوالم عفوان أمام اتحاد طنجة في الرابع عصر نفسه توقيت نهضة زمامرة أمام اتحاد تورقة توقيت نفسه في الرابع عصر فتح الرياضي أمام الودادة الرياضي السادسة مساء حسن يتقدير أمام أولمبيكا سفي السادسة مساء أيضا المغرب التطواني المغرب الفاسي الخميس الرجاء الرياضي أمام يوسف يتبرشيد في الرابع عصرا وفي السادسة مساء تلعب مبارتين مولودية وجدة أمام نهضة بركان وشباب المحمدية أمام الجيش الملكي أنت هضرت على الكودام نعم معناتك شكاهم أنا شكاهم لا وش يعطينا حيز جميل الكودام واللقاء التواصلي ووصلناها للناس وهذي مودة سبب تحية كبيرة هذه فرصة فرصة ونحن يحقق الصعود حافظك عبر القريج فرصة مشكورة عليها مدينة أف ام وكذلك مشكور الحاج عبدالطيف شريبي اللي متل المترجم للقناة في هذا الجمع وكان في المستوى الكبير بالنسبة للقسم الوطني الأول كنت نظن على أن الماتش فاغ يعني الماتش اللي بينين هما الفتح مع الويداد وكذلك تدير بيديا الرجاء مع بركان كنتمنى على أن البطولة في يعني في هذا الشطر الثاني أنها تعرف بعض التألق كثير من اللي كان عليها قبل في مزاحة هورا دعاء دعاء كنتمنى أن نديم كنسي صعد القسم والأول إن شاء الله بحبه نديم كنسي تصعده كأسي فريقية جزية تكون ناصبنا لا يغيروا اللهم بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وانا للمساحة الحرة سأقرأها لي بمهدي الدوم لأنه ما ستفتنش الفرصة بلا منوه بواحد إطار وطني ولوصطاف ديالو حسين عموتا هشام الإدريسي حسن لوداري وبصطاف الخلفي إليك الخط الدوم في قطر تستمر كتابات تاريخ المغرب هذه المرة بالقيادة من مقعد دكة الاحتياط والموقع على الإنجاز المدرب المحنك الحسين عموتا ومن معه طاقم مغربي خالص أطلق عينان الفرح في المملكة الأردنية الهاشمية بحجز بطاقة نصف نهائي في كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخ النشامة الحسين عموتا بمساعدة هشام الإدريسي ومصطفى الخلفي والحسين اللوداري طاقم تدريبي مغربي بأسماء وازنة أتت بحمولتها المتخمة بتجربة المغربية في مختلف البطولة الوطنية والإفريقية الطاقم المغربي تصدوا لكل أسهم الانتقادات التي لحقتهم قبيل الانطلاق البطولة الأسيوية بسبب النجائج السلبية لكن قوة الشخصية والروح القيادية للحسين عموتا ومساعدته تخطت الكل وصنعت الإنجاز من ملعب أحمد بن علي المونديالي ليبقى في النهاية الحسين عموتا المدرب العربي الوحيد الذي سيخوض غمار النصف النهائي كأس أمم آسيا بقطر أمام كوريا الجنوبية الأربعة المقبل ممتل من سام في إلجاح برنامج يومدف أداسي حيكم أطيب المونة